موسيقى نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية F.A. إسبانيا تستعد لمنح سيطرة للمغرب على عمليات الإنقاذ قرب جزر الكناري وذلك ما يليه تخوفات من حسم صراع الحدود البحرية لصالح الرباط مباشرة بعد تحرك منظمات حقوقية مغربية البوليزاريو والجزائر يتوصلان بتحذير دولي المغرب يقدم درسا مهما جدا للجزائر وأخيرا متابعنا الكرام لعنة الكابرانات تصل لتونس ورويترز تقول نقص حاد للمواد الغذائية في رفوف المحلات التجارية في تونس والاتحاد العام للشغل يحذر من ثورة جياع هذه أهم عنويننا اليوم من موقع المهاجر ابقوا معنا للآخر لمعرفة المزيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام زوار موقع المهاجر كما العادة كما دائما معكم سوفينا مرزوقي بأخير الأخبار وأخير المستجدات ومتمنوا تكونوا باخير والأخير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال بتوار بركاته الله متابعينا الكرام كما شتوفوا في العنوين أول خبر نبدأوا نقلا عن وكالة الأنباء الرسمية واللي قالت أن إسبانيا تستعد لمنح السيطرة للمغرب تستعد لمنح السيطرة للمغرب على عمليات الإنقاذ قرب القناري نحن عارفين بأن هناك نقاشات بين المغرب وإسبانيا بخصوص موضوع ترسيم الحدود البحرية منذ مدة نقدرون نقولوا أنهم بين المواضيع لخلقات الجدال يعني ما بين الدولتين الجارتين الشقيقتين إلى يومنا هذا مازال حدود ساعة لجان مختصة من الرباط ومن مدريد يناقشان هذا الموضوع هذا لترسيم الحدود خصوصا بعد ظهور جبل الطروبيك المهم جدا للعالم كامل ينتظر ترواته للاعتماد على الطاقات المتجددة خصوصا في صناعة السيارات الكهربائية العديد من المحللين يقولون أن القرب ألمانيا من المملكة المغربية وتوددها للمملكة المغربية خصوصا كان من أجل هذا الموضوع ألا وهو جبل الطروبيك الذي أصبح يقترب منه المغرب كل يوم أكثر فإسبانيا حسب ما ورد في وكالة الأنباء الرسمية تستعد لمنح السيطرة للمغرب على عمليات الإنقاذ قرب الكناري هذا هو الموضوع اللي جات من موراه تخوفات من حسم صراع الحدود البحرية لصالح الرباط المملكة المغربية هذا الشيء اللي كشفت عليه وكالة الأنباء الإسبانيا الرسمية وقالت عن وجود احتمال لانسحاب السلطات الإسبانية من المياه القريبة من جزر الكناري وبالتالي وقف عمليات الإنقاذ التي مباشرة يعني بعد ذلك قد تتولها السلطات المغربية وهي الخطوة التي تحدثت عنها تقارير لمنظمة غير حكومية متخصصة في إغاثة المهاجرين كذلك جرى ربطها بموقف إسبانيا الجديد من قضية صحراء الذي تعترف ضمنيا إسبانيا بسيادة الرباط عليها والمفاوضات الجارية بخصوص الحدود البحرية بالمياه الأطلسية نقلت F عن منظمة هاتف الإنذار هذه منظمة حقوقية غير حكومية والتي متخصصة في إنقاذ المهاجرين اللي يعبروا الموحيط الأطلسي في ذلك المنطقة الخطيرة وتسمى هاتف الإنذار والتي تعمل في مجال إنقاذ مهاجرين غير نظاميين قرب سواحي المغرب وإسبانيا وتونس منذ 2014 وقالت أن هناك توقعات بأن يصبح المغرب هو المكلف بعمليات الإنقاذ البحرية في مياه جنوب الكناري والتي تراقبها حاليا السلطات الإسبانية معتبرة أن هذا الأمر ناتج عن المرحلة الجديدة من العلاقات بين الرباط ومضريد التي بدأت بدعم حكومة بيدرو سانتيز مقترح حكم ذاتي المغربي في السحراء التقرير هذا جاء من المنظمة أن التعامل مع الهجرة غير نظامية المتجهة صوب سواحي الكناري تغير 180 درجة بسبب تغيير السياسة الإسبانية بخصوص منطقة السحراء معتبرة أن التعامل العنيف مع المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب السحراء بدأ منذ مارس الماضي تاريخ إعلان سانتيز موقف حكومته الجديد من مقترح الحكم الذاتي المغربي مشيرة أيضا إلى وجود مفاوضات ثنائية بين حكومتي البلدين حول المساحات البحرية بين جزر الكناري والأقاليم السحراوية كما تشير منطمة إلى أن التوزيع الدولي لمناطق البحث والإنقاذ في البحر المعروف اختصارا بصار يجعل إسبانيا مسؤولة عن تقديم مساعدة في حالة وقوع أي حادثة غرق أو كارثة أو موقف خطير في نطاق شاسع تبلغ مساحته مليون متر مربع في محيط أرخابيل القناة يمتد من شمال لانثاروطي إلى غاية نواذبو شمال غرب موريطانيا حيث تتموقع عناصر الإنقاذ البحري في المقام الأول ثم القوات الجوية والحرس المدني بالتدخل ميدانيا لإتمام عملية الإنقاذ كما قلنا لكم متابعين الكرام هذا هو الخبر وهذا هو الخبر لخلق جدل واسع داخل إسبانيا خصوصا مع قرب الإعلان عن ترصيم الحدود البحرية ما بين إسبانيا والمغرب يعني ما بين مدريد والرباط واندوزوا الخبر الموالي متابعين الكرام هنا تحدثوا على موضوع مهم جدا سبقوا تحدثنا عليه وحطينا النقط على الحروف في هذا الموضوع هذا كان العديد من الجمعيات الحقوقية داخل المملكة المغربية يعني في ثبات عميق فيما أنها استطاعتها أنها تقوم بحركات مثل الحركة الأخيرة التي قامت بها جمعيات ما تقيسش ولدي هذه الجمعيات هذه أغلبها يعني عاطيها للناس بصراحة وما كتزيدش للقدم في عكس يعني جمعيات صغيرة من ميليشيات البوليزاريو لمولة في العالم يعني وكينا في إسبانيا كينا في الجزائر كينا في دول العالم كتقوم بمضايقة المملكة المغربية حان الوقت باشا هذه الجمعيات المغربية تحرك وتشوف القضايا الوطنية المغربية مؤخرا شفنا الجمعية دي المغربية تحدثنا عليها فهذا الموقع كتقول بأنها وصلات الهيئة الأمم المتحدة للدفاع على الأطفال الذين يتم تسلعهم في مخيمات تندوف بطريقة غير شرعية وغير قانونية وما يدعو ذلك من خطر على حياة هؤلاء الأطفال وعلى النفسية ديالهم وعلى العديد من الأمور فطريقة الحال من بعد هذه التحركات تحذير دولي من استغلال بوليزاريو الإطفال وتشجيعهم على حمس سلاح وكذلك حتى الجزائر تصل بهذا التحذير علاج الجزائر لأن البوليزاريو قد تواجد في الأراضي الجزائرية وهذه الانتهاكات في سارخة تجاه حقوق الأطفال قد توقع في التراب الجزائري يعني نبه مرصد جنيف الدولي إلى حالة الأطفال في مخيمة تندوف جنوب غرب الجزائر حيث يواصل مسؤول بوليزاريو استغلال المدارس والبرامج المدرسية لتلقين الأطفال في مخيمات إديولوجيات التنظيم مشيدين بالحرب والبطولات العسكرية ورفع العبارات الداعية إلى العنف والكراهية والمتعارضة مع مقتضايات اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على التربية وعلى مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتسامح بما يرسخ شخصية طفل وقال المرصد في بلاغ لا صدر بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات إن الوضع مقلق في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وفلسطين ومخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر مبرزا أنه في جميع أنحاء العالم تتواصل الهجمات على الأطفال بلا هواذة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجوم هو فرصة لرفع النقاب عن الانتهاكات وخطوة أولى ضرورية لإظهار التزام التزامنا العالمي تجاه المتعلمين وبحسب البلاغ ذاته فإنه يوجد اليوم أكثر فإنه يوجد اليوم أكثر من خمسة لاف حالة اعتداء على التعليم أو حالة استخدام المدارس والجامعات لأغراض عسكرية بمعدل ست هجمات في اليوم على استخدام مباني المدارس لأغراض عسكرية تم تسجيل أكبر عدد منها في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وفلسطين وشدد مرسى الجناف الدولي على أنه لا يمكن الحفاظ على حق الطفل في التعليم في مناطق النزاع إذ لم يكن تعليم نفسه محميا فالتعليم يمكنه أن ينقذ الأرواح عندما لا يكون الطفل في المدرسة فهم يتعرضون بشكل خاص لخطر سوء المعاملة والاستغلال وخطر تجنيد من قبل القوات أو الجماعات المسلاحة وأضف المصدر ذاته أنه يجب أن تكون المدرسة مكانا آمنا حيث يكون أطفال في مأمن من التهديدات والمخاطر المرتبطة بحالات النزاع مسجلا استمرار البوليزاريو في خلق جو من التوتر داخل المخيمات واللعب على وطر المشاعر والإشادة بالبطولات العسكرية وتشجيع حمس سلاح بين الأطفال خلال جميع التظاهرات والاحتفالات إلى ذلك قال مرسى الجناف الدولي إن الأطفال في مخيمات تندوف يجدون أنفسهم متورطين في التدريبات العسكرية وأعمال تخريب والترهيب أيضا في حرب دعائية يغذيها العنف والكراهية مؤكدا في اليوم العالمي على الحاجة إلى توحيد الجهود لحماية التعليم وضمان حصول كل طفل على التعليم الجيد والبيئة الآمنة التي يحتاجون إليها للتعلم والإزدهار وهذا هو الموضوع لخص جميع الجمعيات الحقوقية داخل المملكة المغربية تشير له وتحط النقط على الحرف فيه وتوصل كما فعلت جمعية متقيس شولدي إلى هيئة الأمم المتحدة لتصليت الضوء على هذه الأمور هذه لطبيعة الحال يبدو أن المنتظم الدولي يتغافل عنها لأن المنتظم الدولي يشير للأمور التي تهمه فخص هذه الأمور تداول في الأروقة هيئة الأمم المتحدة أكثر فأكثر ليصيص صوت لهيئة الأمم المتحدة وتكون على ذراية ما يمكنش فقط السيد عمر هلال ليبقى يعني أمام أعداء الوطن يدافع بالصور دائما ولكن خص الجمعيات الحقوقية كذلك تحرك وتجند وراء هذا الشخص هذا وتساندوا طبيعة الحال يعني حركة بسيطة بحل اللي قامت بها جمعية متقيس شولدي هاي وصلات لهيئة الأمم المتحدة ونحن بدنا نشوفوا تقارير بدأت تكتر مؤخرا يعني تزامنا مع اليوم العالمي للدراسات للأطفال وبثبتين الأمور أنتم ما كتشوفوا بدأوا يتحركوا وبدأوا يوصل الصاد لميليشيات البوليزاريو وكبرانات الجزائر ندوز الخبر الموالي متوائنا الكرام ونقد نقول لكم أن المملكة المغلوبية يعطات درس للجزائر درس حقيقي كي كتشوفوا الصورة هذا السيد الحموشي يعني وهو يتفقد ملعب مولاي عبد الله وخمسالاف عنصر لتأمين مباراة السوبر الإفريقي يعني المغرب دولة آمنة وقدرة تأمن الملعب ديلها قادرة تحمي يعني الفرق اللي جات تلعب سواء كانت محلية في هذا الحال يعني كانت سوبر من حض المملكة المغربية كي يكون بين جوج ديال الفرق مغربية وكان نستغلوا الفرصة من هاد المنبر باش يعني نباركو لفريق نهضة بركان ونتمنى حق سعيد إن شاء الله بإذن الله الفريق الويداد البيضاوي اللي شرف المغاربة كذلك هاد السنة هدي وباش تعرفوا بإنه كان درس لدولة الكابرانات فجماهير الويداد وبركان خصوصي قبال يعني خاص لأبطال الأشبال منتخب المغربي كي كتشوفوا في الصور هنا يعني هادو الأشبال تم استقبالهم في هاد العرس الكراوي الذي أقيم في المملكة المغربية ومن هاد المنبر كان طالبوا من الجماهير ديال المملكة المغربية يكونوا دائماً في المستوى اللي عودنا عليه وجي الجزائر ولا جي تونس ولا جي أي دولة كيف ما بغت تكون تلعب في المملكة المغربية نعطيهم الواجب ديالهم لأننا الدولة آمنة وقدرين تبتوها تشيادة أمام العالم بإذن الله ندوزوا الخبر أخير متابعينا الكرام وهنا كما قلت لكم في العنوان لعنة الكابرانات وصلت لتونس وتقرير من عند رويترس كي يقول نقص حد في المواد الغذائية في رفوف المحلات التجارية في تونس والاتحاد العام للشغل يحذر من ثورة جياء يتفاقم نقص الغذاء في تونس مع فراغ الرفوف في المحلات التجارية والمخابز يعني ذلك الشي اللي كان في الجزائر لا حوله ولا قوة إلا بالله العظيم مع كل الأسف والأسى للإخوان التونسيون والله ما بغينا لكم هاد الحياة هادي اللي راكم عايشينها حاليا ولكن راه الأنانية السياسية اللي اكترات خصوصا في الدول العربية وحب النفس وحب الاستقرار في الكراسي ديال الحكم هو اللي خلق العديد من الدول العربية مشيغي تونس توصل لما وصلت إليه وحنا كنتحدثو على هاد الأنانية السياسية اللي وصلت لها بعض الدول ومنها الجزائر يعني تقدر يعني العسكر الجزائري يدير أي شي مقابل الوصول للكراسي والبقاء في الكراسي ومضايقة الخصوم اللي هما يعني خلقوهم يعني بحال المغرب مثلا ويبقاوك يضايقوا الخصوم ديالهم فقدروا يجوعوا الشعوب ديالهم يقدروا يوصلوا لأي شي فالنتيجة هي هذه هي هذه اللي كنشوفوه أمام أعيننا مما يزيد من سخط شعبي بسبب ارتفاع الأسعار وينذر بحدوث اضطرابات بينما تحاول الحكومة تجنب أزمة مالية عامة فهناك نقص على نطاق واسع في السكر والزيت الطهي والحليب والزبدة والقهوة والتيبغ والمياه المعبئة والوضع أسوأ فيما يبدو في المناطق الأفقر البعيدة عن العاصمة هذا شي هذا حسب التقرير اللي قدامي بائع شاي متجول اللي كتسمى مصطفى الداهش 22 سنة قال أنه يعتمد على السكر في صنع المشروب الذي يبيعه في إبريق شاي معديني وهو يتجول في الأزقة الضيقة في حي فقير بتونس وأضاف لا يوجد سكر وكيقسم يعني قال أقسم لك أنه لا يوجد سكر مرضفا أن ذلك صعب عليه زيادة دخله بما يتجاوز معاشه التقاعدي الذي يبلغ ما يعادل 55 دولار في الشهر يعني تسيد هذا متقاعد وعنده 55 دولار في الشهر وكيخرج يبيع الشاي في الأزقة الأحياء الفاقيرة وحدثت بالفعل احتجاجات صغيرة وحذر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة من ثورة جياع ويرجع هذا النقص جزئيا إلى أزمة عالمية في السلع وارتفاع الأسعار بسبب الاضطراب المرتبط بوباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا يعني في هذه الأزمات التي يعيشها العالم كالقاو هذه الدول هذه تتصارع من أجل اقتناء الأسلحة بلس متوفر يعني مواد غدائية أساسية لشعوب ديالها تمويلات باهظة باهظة الثمن قد تواجه تونس رغم ذلك اضطرابات متزايدة لأن وضعها المالي الضعيف يجعل من الصعب عليها شراء السلع الأساسية بأسعار دولية مرتفعة وبيعها داخليا بنفس سعر المدعوم الذي كانت تستخدمه بالفعل وتسعى الحكومة إلى خطة إنقاذ من الصندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمويل ميزانيتها وسداد أقصاد ديونها لكن من المرجح أن يتوقف ذلك على خفض الدعم وخفض فاتورة أجور القطاع العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ولم تبرح المحادثات بين الحكومة والاتحاد العام تونسي للشغل لاتفاق على تلك الإصلاحات وهي شرط محتمل لدعم صندوق النقد الدولي مكانها ودون خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي من المرجح أن تضطر تونس إلى الاقتراض داخليا وتقييد الاعتمان للشركات المحلية بطرق يقول ديبلوماسيون إنها قد تضر بالاقتصاد أو تستخدم احتياطاتها من العملات الأجنبية مما يضر الضينار ويزيد التضخم وتلقي الحكومة بالمسؤولية عن هذا النقص على عاتق أزمة عالمية في السلع والمحتكرين والمضاربين المحليين وتنفي أنها تواجه مشكلات في سداد قيمة الواردات يعني رسميا قد نقول هذا الشخص المسمى بقيس التعيس يذهب بتونس الشقيقة للخراب هذه هي الأخبار لنا اليوم متابعيني الكرام تمنوا تكون لقاتكم شو ما بيخروا على خير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال تشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضة أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في العينة الله والسلام عليكم